أسلام ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لفي كيفما تعودتوا في كل يوم معنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوع اليوم بجنحكي على تصريحات سامير الويفي اللي قال لهذه الوثيقة تدين وزير الصحة المقالة وتؤكد جريمته اعتبر الأعلمي سامير الويفي أن المرسلة التي تم تداولها لمواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك والتي وجهها مدير ديوان وزير الصحة إلى مدير ديوان وزير الداخلية حول تأمين مركز تلقيها في الأيام المفتوحة تدين وزير الصحة المقال ولا تبرئه كيفاش تدينه هو قل لك هكو أبعث توثيقة وممضي عليها لإثبات أنه رئيس الحكومة هيشم المشيشي على علم ودراية بأنه فم تلقيه مفتوحه لطلب منه تأمين مركز تلقيها وأنه رئيس الحكومة قال إنه في بليش وأنه وزير الصحة تصرف من رأسه قال الويفي في تدوينه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك أن الوثيقة تؤكد جريمته وزير الصحة لأنه أرسالها عبر مدير ديوان إلى مدير ديوان وزير الداخلية يطلب تأمين مركز تلقيها في كل الجمهورية قبل يوم واحد فقط من انطلاق التلقيها العشوائي ومنها مركز تلقيها في ملعب المنزه وغيره في نفس الوقت هاي شنون المشكلة الحاكم يجب أن يكون مؤهب في كل وقت معنا إذا كان صارت علينا انقلاب وإلا صارت علينا حرب ونقولوا ليه ما نش محضرين رويحنا وأذافها بجه ربي في أي دولة في العالم يتم التخطيط لتأمين عمليات عشوائية في هذا من هذا النوع ورسم الخطط وتعزيز الأمن وتكليف أعوانه وضباته بالمهمات قبل يوم واحد فقط وبدون اجتماعات أمنية للتنسيق والتخطيط ووضع الأمكانية في أي دولة احنا في حالة حرب والأمن لازم يكون مؤهب في كل وقت وفي كل حين وفهم يشتغطيت وفهم حد شيء فما خروج يقول لك توا توا مثلا الجيش يدخل توا يجيه الخمسة الستة متعصباح تصير أي حكاية ويقول لهم تخرج يكون حاضر نفس الشيء عن فرانسيب يكون للحاكم وتابع قائلا ما هذا الاستبلاه تفتح تلقيح عشوائيا وفجأة لجميع المساجلين في المنظومة وأنت تعرف أن عددهم زوز من المساجل وعدد مراكز التلقيح محدود وعدد تلقيح التي وفرتها لا تكفي لربع ساعة ثم تطلب تأمين كل ذلك قبل ساعة ولا تستعد ولا تتوقع ببساطة أن الاقبال سيكون عشوائيا وهئلا ودعا سامير الوفي إلى ضم هذه الوثيقة لملف التحقيقة في ضبط المسؤولية على تلك الجريمة معتبرا أنها إدانة ثبتة للوزير المقالة حتى لو كان يشتغل مع أفشل حكومة في العالم لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقولكم باي باي